اشتركوا في القناة لا أتوجه بهذا السؤال إلى سيد فيصل عبد الساتر في بيروت وأريد أن أشكر سيد عبد الساتر للمشاركة معنا وأريد أن أنوه بأننا اتصلنا بكل المتحدثين السوريين في سوريا لكن للأسف الشديد لم نستطع الحصول ولا على متحدث كالعادة لا أحد يريد أن يظهر سيد فيصل عبد الساتر سنعود إليه بعد قليل أبدأ معك بهذه النتيجة سيد الحلاق هل تعتقد على ضوء هذه النتيجة الغالبية العظمى من المصوطين 88 من أصل شريحة كبيرة ما الذي يدعو هذه الشريحة إلى التفاؤل بإمكانية انتصار الثورة السورية بعد عام على اندلاعها الثورة السورية هي ثورة كل إنسان سوري الثورة السورية هي حلم كل سوري الآن بدأ الحلم وبدأ يتحقق الآن في كل أنحاء سوريا الآن هناك ثورة كل إنسان سوري الآن يحلم بدولة دمقراطية حرة كيف تتوقع لإنسان أن يتراجع بعد أن خسر أخي أخوه أو خسر بنته أو خسر زوجته أو هي خسر زوجة أو كان عند طفل وزبح كيف تتوقع أن يرجع إلى ميته مستحيل هذا الكلام هناك طريق واحد وهو طريق النصر لأن ذلك هو الطريق الوحيد أمام الشعب السوري ما في طريق تاني ما في خيار آخر طيب وعلى ضوء ما نرى الآن يعني ما الذي يدعوكم إلى التفاؤل يعني هل يكفي أن يكون أحد الأشخاص قد خسر أخاه أو أخته أو كذا كي نكمل الطريق يعني هناك العديد من المؤشرات التي لا تشير إلى ذلك ماذا يعني الوطن دكتور ماذا يعني الوطن يعني الوطن الناس بتحبه يعني الوطن بيت بتحبه يعني الوطن بستان بتروح عليه يعني الوطن البحر اللي انتحده هذا هو الوطن الوطن الآن مجروح البحر مجروح النبع مجروح الشجر مجروح الإنسان مجروح هذا هو الوطن كيف لهذا الإنسان المجروح أن يقبل بحكم أبدي مرس عليه كل هذه الضغوط كل هذا العصف كل هذه القسوة لا أجد مفردات فعلا أنا أبحث في مفردات لغات العالم كلها لأصف هذا النظام فلا أجد أكثر من قاسي وأكثر من ظالم ما أكثر من لا أريد أن أستخدم الفوز أخرى فيصل عبد الساتر في بيروت لعلك استمعت وخاصة للنتيجة السواد الأعظم من الشارع مصمم على أن هذه الثورة بالرغم من كل التضحيات وبالرغم من كل الظلم وبالرغم من كل الخذلان العربي والعالمي فإنها منتصرة كيف ترى الموضوع يعني عجيب هذا الأمر يعني كل هذا الذي يحصل من العرب والجامعة العربية هل هذا هو خذلان ما فعلوه العرب في سوريا لم يفعلوه مع إسرائيل طيلة أكثر من ستين عاما هذا التجيش الذي تمارسه الدول العربية والأنظمة النفطية تحديدا فاق كل شيء وفاق كل وصف وهذا ما تفعله الجزيرة والعربية والبنسي شوّبني على سؤالي ولا تذهب إلى موضوع آخر أحكي أن نتحدث عن الثورة السورية الآن أنت تقول خذلان عربي أنتوا مش عرب؟ بالجزيرة مش عرب؟ بالعربية مش عرب؟ هذا ليس موضوعنا سيد فيصل الآن أتحدث عن الثورة السورية كيف ترى مستقبل الثورة السورية بعد عامل على اندلاعها؟ أنت تسألني كل هذا الخذلان العربي لما يحصل في سوريا أنا أقول لك بعد كل هذا الذي جاء من العرب وتسمي هذا خذلانا ساهموا في سفك الدماء السورية ساهموا في جرزمة المجتمع السوري ساهموا في القضاء على الوحدة الوطنية السورية ثم تقول هذا خذلانا بدل أن يجتمعوا ليقولوا أن هناك طاولة حوار تجمع الجميع تحت يافطة عربية بدل أن تكون هناك دعوات إلى جميع الأطراف في سوريا لكي يكونوا على طاولة واحدة ويكون هناك اتفاق على نقاط معينة حتى تنتهي الأزمة في سوريا لماذا لم يستعملوا الرأفة لماذا لم يستعملوا كل الوسائل التي ممكن أن تقدم الخير لسوريا والشعب السوري في حين أنهم بالأمس غزة تتعرض لأبشع أنواع الهجوم لم يخرج بيان من العرب ومن الجامعة العربية هم قبلوا بهدنة ساهمت مصر في هدنة ولم يقبلوا في هدنة لم يقبلوا بدعوة إلى الأطراف المسلحة في سوريا بأن تلقي السلاح وأن تلاقي النظام طيب بس خمينة كي لا نبتعد كثيرا سيد كي لا نبتعد كثيرا كيف ترد على هذا الموضوع سيد الحياة الأخ فيصل لم يجب على سؤالك يعني لم يجب على سؤالك زهب في مكان آخر تماما أنا أقول له عم يحكي عن الجيش وعم يحكي عن لماذا العرب لا يتقدموا بمقترحات ليس العرب وحدهم من قدموا مقترحات الشعب السوري هو الذي قدم في البداية مقترحات الشعب السوري عندما نهض في درعة وإثر عملية تعزيب الأطفال في درعة والأهل واللي راحوا لعندهم قالوا نروحوا جيبوا نسوانكم نحن منجيب لكم أولاد هتا في الشعب السوري بدنا حرية هل استجاب النظام السوري لهذا المطلب البسيط جدا أن يوجد نوع من الحرية لم يفعل ذلك الآن نطالب العرب بأن يقدموا لنا حلول هذا النظام لا يريد أي مفاوضات هذا النظام يكذب كل يوم يكذب يقول في حوار يأتي الناس لا يتحاور وتاني نهار يعتقلون يعني كثير من الناس اللي حاوروا الآن هن في المعتقلات والسجون هذا النظام لا يحاور ولن يستمع لا إلى الدول العربية ولا إلى العالم ولا إلى كوفي عنان ولا إلى أي إنسان آخر هو يحاول كسب الوقت لمزيد من القمع لمزيد من القتل لمزيد من الاغتصاب والآن أقول للذين اغتصبوا بناتنا حوالي ألف مغتصب الآن أقول لهم والله وكل صرخة من المغتصب أقسم بها وأقسم بالله سننتقم من هؤلاء في محكمة عادلة ستكون في دولة الحرية اغتصاب ألف مغتصب الآن بسورة من قبل من قبل الشبيحة أنا لا أريد أن أستخدم مفردات لكن الحقيقة شيء لا يصدق هذا سفاح من سفاح هل هناك من يغتصب أخته؟ فعلوها هم يفعلوها هؤلاء الشبيحة الأمن هؤلاء طيب بس كي لا نبتعد كثيرا عن موضوعنا ألا وهو الذكرى الأولى للثورة السورية طيب أنت حتى الآن لم تقدم لي إلا عواطف ومشاعر ومشاعر على أن هذه الثورة يمكن أن تنتصر ألم ترى ما حصل فيه النظام يقول لك نحن أقوياء على الأرض نحن ممسكون بزمام المبادرة على الأرض نحن قضينا على بؤر التوتر وعلى وشك أن ننهي كل بؤر التوتر في سوريا ماذا تقول؟ أقول هذه الثورة لا أحكي عواطف أحكي لك أرقام وقاع أنت الآن كل هذا القمع 650 مكان في سوريا يتظاهر يعني الشيء يدعو للدهشة أنا نفسي ابن سوريا أدهش كل يوم يعني أنا أقول هذه الأسبوع ما حدا سيطلع وأجبت فاجأ العدد أكبر رغم السلخ والتشويه والقتل وحتى الميتين بضلق عليهم الرصاصة رغم ذلك بيخرجوا الناس شيء مدهش عندما رأيت أنا الشباب طالعين بجاهة العباسيين وعن يقولوا هيا وصلنا للساحة وهيا وصلنا للساحة عندما رأيت أهل الشاغور بينطفضوا بيروحوا بيقطعوا طريق المطار بتحس بيدهش طريق 29 أيار اللي هو بمركز المدينة بيخرجوا الناس هذا شو بيدل؟ عم تقول لي كيف لك تنتصر الثورة؟ هذا الشعب لا يهزم كل ما زاد القمع ازداد الثورة جميل جدا فيصل عبدالساتر سمعت هذا الكلام أنت تعلم يعني قبل أيام في عز الصقيع والثلوج والبرد أكثر من ستمائة وخمسة عشرة وخمسة عشرة نقطة من أقصى شمال سوريا إلى أقصى جنوبها خرجت ما زالت تخرج الثورة لا مجال أمامها بأي حالة من الأحوال إلا الانتصار كيف ترد على هذا الاتساع؟ كانوا يقولون الثورة ستنتهي في درعة فإذ بها تنتقل إلى حمص انظر إلى حمص حمص ستاليني جراد ستاليني جراد بكل المقاييس دخلت التاريخ من أوسع أبوابه ومزالت ومزالت تقاتل كيف ترد؟ يا دكتور فيصل والله سائمنا من هذا الترويج الإعلامي المغير للحقيقة تماما ثم تخرجون علينا وتعدون نقاط التظاهر في سوريا من قال أن ليس هناك تظاهر في سوريا؟ لكن أن تجعل من العصفور جمل وأن تجعل من الدجاجة تجعل منها حصانا فهذا أمر غير مقبول أنا لا أقول أن ليس هناك في سوريا أزمة لكن أنتم تصرون على كلمة ثورة إنجازات الثورة السورية بعد أكثر من سنة بعد سنة على اندلاعها وأنا طبعا مختلف على التسمية أقول لك الإنجازات الحقيقية لهذه الثورة كانت سوريا إحدى الدول الأكثر أمنا في العالم كانت تحتل المرتبة الرابعة فإزبها الآن بعد المئة في العالم الإنجازات سقوط أكثر من 3500 شهيد من قوى الجيش والأمن في سوريا وسقوط أكثر من 4000 أو 5000 من المدنيين الإنجازات الليرة السورية تراجعت من 46-47 ليرة سورية إلى أكثر من 95 ليرة سورية بفضل هذه الثورة الإنجازات الأخرى قطاع السياحة في سوريا خسر أكثر من ملياري دولار حسب التقارير لمعظم الوكالات إغلاق أكثر من 5000 معمل وورشة عمل صغيرة في سوريا وتسريح عشرات الألاف من العمال مناطق كاملة توقفت فيها عمليات التدريس في الجامعات والمدارس بسبب الوضع الأمني الذي نشب جراء الثورة في سوريا بين قوسين خسائر قطاع النفط في سوريا بلغت أكثر من ملياري ليرة سورية وأصبح المزوط يباع بالسوق السوداء بـ 40 ليرة سورية خسائر بالمرايين تعرضت لها شركات النقل وأفلاس العديد من الشركات جميل أصبحت سوريا دعني أكمل دعني أكمل دعني أكمل دعني أكمل وهذه النقطة وهذه النقطة برسم الأستاذ توفيق الزميل العزيز الأستاذ توفيق الذي ينطبق عليه المثل الآن الله يطعمك الحاج والناس راجعة بس بدي أقل له شغلي للأستاذ توفيق بس بدي أقل له شغلي سوريا التي كانت ترسل المساعدات إلى كل الدول الآن تخرج علينا الجزيرة والعربية وبعض وسائل الإعلام تقول بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا متى كانت سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية من هذه الدولة وتلك جل تتوقف كل الفبركات الإعلامية وسوريا هي الخزان الغزائي لكل الدول العربية جميل جدا سيد حلاق الحقيقة يعني هذا الكلام اللي عم يحكيه كله صحيح لكن هذه ليست إنجازات الثورة وإنما إنجازات النظام السوري يعني أنا أسأل الآن هذه الإنجازات كلها اللي عم يحكيها أنه والله خمس تلاف عامل تركوا عملون وبعرف عشرات الآلاف من العمال وخمس تلاف معمل ورشي وقفوا يعني هذا الكلام شو بيعني بيعني أنه هذا القمع وهذا الجيش المنتشر في كل إنحاء سوريا عطل الحياة كماما وكان بإمكانهم من أول يوم وثاني يوم وثالث يوم وأول شهر وثاني شهر يحلوا المشكلة ويساوي دولة ديمقراطية لكن هنا أصروا على القمع وأدوا بسوريا إلى ما أدوا إليها والسؤال الآن لماذا لا يريدون ديمقراطية؟ سؤال بسيط جوابه لأننا نريد أن نكون أبديين سوف نحكم هذا البلد بالحديد والنار إذا لم ترضوا بنا مكتوب في المساجد هذا الكلام على كل مساجد سوريا الآن الأسد أو لا أحد الأسد أو نحرق البلد هذه الشعارات إذن الأبدية هي عكس الحرية الشعب يريد الحرية وهم يريدون الأبدية ومن أدى ذلك هذا الصراع الرهيب جدا الحرية تعني ديمقراطية تعددية بينما الأبدية تعني الشخص واحد وإلى الأبد وبعدين يجي ابنه هذا الشعب السوري رفض هذا الكلام نحن نعيش في القرن الـ 21 لا يمكن أن نقبل بجملكية نريد دولة جمهورية ديمقراطية فيها تعددية يختار الناس ما يشاءون من رؤساء ومن نواب وإلى آخر سيد فيصل عبد الساتر طيب في الوقت نفسه يعني تقلت قبل قليل الله يطعم الحج والناس راجعة وكأنك تقول أنه النظام قضى على الثورة وأنا أسألك يعني هنا سؤال بسيط ما هذا الانتصار الذي تروجون له أنتو هل تفريغ حمص من سكانها وتدمير مدينة بأكملها انتصار هل تفريغ إدلب من سكانها انتصار هل ذبح إدلب انتصار هل ذبح المدن السورية في معظم المدن السورية انتصار هل تدمير البلد انتصار أنت تقول الثورة دمرت البلد ودمرت الاقتصاد الذي دمر الاقتصاد هو الجيش الذي قضى على كل شيء ذبح كل شيء من يعيد الهيبة لهذا الجيش حماة الديار الذي أصبح له ثأر أصبح له ثأر مع كل بيت في سوريا في كل بيت في سوريا من الذي ذبح السوريين؟ أليس الجيش الذي ذبح السوريين؟ وتتحدثون عن انتصار هذا ليس لي هذه الأسئلة وصلتني من الكثير من الناس كيف ترد؟ اسمح لي يتكلم الأستاذ توفيق من على منبر الجزيرة وهو يظن نفسه أنه في الـ CNN أو الفوكس نيوز عندما يتحدث أن الشعب في سوريا ويريد الديمقراطية ولا يريد التأبيد ولا يريد الوراثة أسأله هل الأمير حمد بن خليفة أليس منقلبا؟ طيب يا سيدي هلأ قد أسألك سؤال؟ أنا سألتك سؤال ليش ما تجاوبني؟ شو دخل هذه بهذه هلأ؟ يا سيدي دقيقة دقيقة ما عليش إسمح لي إسمح لي إسمح لي لا تضيقوا لا تضيقوا زرعا أنا أسألك سؤال تجاوب أنا أريد منكم أن تكونوا ديمقراطيين لا نحن ديمقراطيين أن تكون ديمقراطي أنا سألتك سؤال جاوب عليك أنا ديمقراطي أجب على السؤال هو أن يقول أجب على السؤال أنا أجب على السؤال في سوريا يا سيدي موضوعي ليس الحكم في سوريا أجب على الثورة هو يقول الحكم في سوريا وراسي وأبدي سنة على الثورة هو يقول الحكم في سوريا وراسي وأبدي وأن الشعب في سوريا يريد ديمقراطية وحرية عندما يغير الدستور في سوريا أليس هذا دعوة إلى الحرية عندما يدعى إلى انتخابات في سبع أيار أليس هذا دعوة إلى الحرية عندما يكون في منبر الجزيرة وأمير البلاد انقلب على أبيه أليس هذا ديكتاتورية أليست المملكة العربية السعودية يا سيدي يا فيصل موضوعي ليس موضوعي عام على الثورة السورية فيصل فيصل موضوعي عام على الثورة السورية لا تحاول أن تصفي تارات هذه الحلقة ليس لتصفيات تاراتكم إذا ما تفتح لي تصفيات تارات سنتحدث الآن عن ماذا بحكم بحق الشعب السوري أنا أخليك بالموضوع أخليك بالموضوع أسألك عن الثورة السورية دقيقة المملكة العربية السعودية الوحيدة أنا أسألك هذا ليس موضوعي هذا ليس موضوعي هذا ليس موضوعي هذا ليس موضوعي سيد توفيق أنا أقول أنت تقول الجيش العرب السوري حتى أنا وقت اللي بحكي أي كلام بيقولولي عم تقبض من الشيخ حمد وأنا صدقني ما أنتبه شوي عن الشيخ حمد وسألتني مين شيخ حمد هذا أنا يقولولي بندر تقبض من بندر مين بندر؟ نحن نتهم بأشياء غريبة عجيبة شو علاقة هذا الكلام في هذا نفس الشيء عم يرتكب الآن في الصلاة هو يعني محاولة ما بده يجاوب لأنه ما عنده جواب الآن أنا بدي أحكي له عن شغلي مهمة جدا لكل نظام في سي في في شيء اسمه أرشيف هلأ لو نحن نحن نحكي عن الجيش النظامي اللي عم يحكي عنه الجيش اللي له هيبة والجيش اللي الآن عم ي هذا الجيش لم يبنى بالأصل لمحاربة إسرائيل وأؤكد لك عن ذلك من خلال وقاع أنا شاهدت بعيني أنا شاهد عيني لا يستطيع فيصول ولا يستطيع غير فيصول أن يكذب هذا الأمر وفي شهود على ذلك أنا موجود في النظام موجود في قلب النظام 42 سنة سنة 1970 كنت أنا في مدرس الإشارة عسكري دعينا قالوا لنا أن الضابط غيره تيابك نلبسه مدينة لشوفيئر لازم تروحوا حافظ الأسد عامل جولة في المحافظات السورية ولازم تروحوا شاهدته تهتفوا باسمه نحن حافظ الأسد كله على بعض وما منعرفه طلعنا تصور على النابك نحن كنا في النابك طيب باختصار نحن أخبرك بسرعة طلعنا على النابك وقعدا نهتف وما منعبش حافظ الأسد هذا هو حافظ الأسد هيك بلشت عمل انقلاع بعسكري عمل حركة صحيحية مباركة بدري إيش وإلى آخره وأخذونا وانتخبناه ونحن ما منعرف مين هو هذا الشخص واستمر هذا العملية لحد الآن 90% 99% 99% هذا هو نظامنا بس خليني بموضوع خليني موضوع خليني موضوع الآن الثورة طيب يا سيدي يعني الآن هناك الكثير من المؤشرات التي تدل على أن الثورة السورية قد يحصل لها ما حصل للثورة الجزائرية الجزائريون ثاروا على نظامهم لمدة عشر سنوات وفي نهاية المطاف استطاع النظام أن يقضي على الثورة والآن في سوريا هناك الكثير من الملامح كمان جوابني جوابني على هذا السؤال الكثير من الملامح هذه الثورة ستنتهي غير واضح هل تستطيعون أن تواجهوا نظاما قرر أن يستخدم كل ترسانته العسكرية ضدكم هل تستطيعون نعم يا أخي المظاهرات السلمية لا تسقط نظاما لا تسقط نظاما لا يوجد الآن لا يوجد فقط مظاهرات السلمية الآن هناك شيء اسمه جيش حر وهذا الجيش الحر يتنامى كل يوم هناك انشقاقات هناك متطوعين هناك تدريبات هناك جملة من الأشياء المهمة جدا وهي لم تحصل في الجزائر هناك الآن ناس مسقفين ناس متعلمين شباب واعين جدا يديرون تنسيقيات يستطيعون أن يحكم البلد لوحدهم الآن أنا بدعيهم من هون وبقول لهم أيها الشباب أنتوا حكموا تركوا المعارضة كلها في الخارج وتركوا الدنيا كلها أنتوا قادرين على أن تحكموا البلد تنسيقيات فيه تنظيم مطبيع أنا كنت عم أحكي من يومين ثلاثة مع طبيب من قلب الزبداني يحكي له وزوجته عم يقولوا لي عم توصل الناس لعننا أنصاف يعني عم مقطوع في نص زلمي رأسه مقطوع عيده مقطوع قالت لي مع ذلك نحن عم نقدر نوصله لما شاء في ميدانية في البيوت أنت عم تسألني كيف تنجح ثورة هؤلاء الناس لا يمكن أن ينهزموا في ظل كل هذا العصف وهذا الضغط وهذا القصف وهذا السلخ وهذا كل شيء تفعل الناس بشكل منظم وشكل مرتب ويصل الخبز إلى الزبداني رغما عن النظام وتصل الأدوي إلى باب عمره رغما عن النظام هذا هو الشعب كيف سيهزم طيب بس أنا أسألك سيد حلاق يعني في الوقت نفسه الكثيرون يتساءلون الآن أنه سوريا تخرج وستمائة تخرج وكذا لكن هل تستطيعون أنتم في المعارضة في الثورة أن تنكروا بأن أهم مدينتين حتى الآن لم تنضم إلى الثورة لن تنضم هل تعلم ما هو شعار الناس في حلب في مدينة حلب دعونا نشوي كباب بسلام بهدوء لا نريد الثورة دمشق عبدالعزيز الشباني من التويتر يقول لك نحن نعجب من جرذان باب الحارة وبطولاتهم الهلامية قال إيش؟ قال العقيد أبو شاب ومعتز وأبو النار وأبو حاتم لأبوهم وأبو هيك شوارب هذا من عبدالعزيز الشباني أين هؤلاء؟ لماذا لم نرى هذه البطولات إلا على التلفزيون؟ كل واحد نتاع ليشارب طوله 50 سنطي أو 70 سنطي أين دمشق؟ أين دمشق غير في باب الحارة؟ لماذا لا نرى الشام إلا في باب الحارة؟ في هذه الأكاذيب ما بيحكي شكلين وشكلين ما بيحكي بتحكي 9000 شكل أنا مو عمداء بو دفاعاً لا عن مدينتي ولا شيء لكن هناك مسألة انت من الشام مسألة ديمغرافي لازم ننتبه لها المدن الكبرى دائماً لا تضم ناس متشابهين ناس من ممتجانسين الآن عندك حمص ممكن أي حمص تسأله عن أي حمص يبيع نعم تروا عن هذه نفس الشيء تقوس تلاقي دارعا نفس الشيء هذا ما تجمي جداً إذا الناس ما بتعرف بعضها كلياتها وهذا سبب إعاقة الحركة الجماعية والتواصل هذا واحد اتنين أنت تعلم أنه اللي قابلوا بشار الأسد من حلب اللي قابلوا على أساس فعاليات حلبية هنا الناس يعني لا تأخذني من أكثر ناس تخلفاً وراحوا هدول الناس وشكلوا ما يسمى باللجان الشعبي وهذه اللجان الشعبية وظيفتها قمع أي تحرك أو أي مظاهرة يعني وفروا على الأمن هني بيمسكوا الناس وبعدين بيجوا الأمن بيعتقلون وبيأخدون وبيعزبون وبيقتلون هذا مثال عم أحكي لك عن دمشق وان لكن هذا لا يعني أنه ركن الدين جزء من دمشق المزي جزء من دمشق برزي جزء من دمشق قابون جزء من دمشق كله كله هذا جمي دمشق نسينا المعظمية ثورتها لا يمكن وصفة نسينا كلها المعظمية عرطوز عرطوز قطنة جميل جداً فيصل عبد الساتر كيف ترد على الذين يقولون بأن السوريين أو الشعب السوري توصل إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن إنجاز نصف ثورة كمن نعيد هذا الكلام كمن يحفر قبره بيديه فيما لو عاد الشعب السوري إلى بيوته فليبشر بأبشع نوع من الثأر ومن الانتقام من هذا النظام من الأفضل له أن يضحي بعشرات الآلاف لأنه فيما لو عاد سيضحي بمئات الآلاف ولن يبقى بيت إلا سيهاجم من من النظام ماذا تقول لهم ماذا تطمئنهم أولاً ليس هناك نظام في سوريا كما يصف الأستاذ توفيق ولا لكان هو أول المنافقين الذين مارسوا أربعين عاماً تحت ظل هذا النظام ثم جاء لي انقلب في اللحظة الأخيرة ليصبح رمزاً من الرواز السورة المتأخرة أعتقد أن هذا الأمر فيه عدم مصداقية أكثر بكثير مما هو فيه مصداقية وأنا أحترم الأستاذ توفيق كزميل وكشخص كنت أتابع برامجه عبر الفضائية السورية وعبر التلفزيون السوري لكن لا يصح هذا الكلام عندما يتكلم عن الرئيس حافظ الأسد بهذه الطريقة أعتقد أنه هو أول من يعني يكذب على نفسه بهذه القضية لأن الرئيس حافظ الأسد له تاريخ يشهد له جميع العالم بأنه أهم دبلوماسي وأهم سياسي عرفه الشرق الأوسط في القرن العشرين هذا شيء آخر على كل حال أريد أن أتحدث عن الجيش العرب السوري الذي تتحدث عنه دكتور فيصل وأتمنى أن تكون أيضاً تتحلى بشيء من الديمقراطية وأنت ابن جبل العرب عندما دعي إلى مسيرة مناهضة للنظام في سوريا في جبل العرب لم يستمع أو لم يأتي إلى هذه المسيرة سوى 30 أو 40 شخصاً في كل جبل العرب هل معنى ذلك أن كل الدروز في سوريا غير وطنيين وأنهم هم مع النظام المجرم هذا كلام فيه أيضاً شيء من التجني على مجموعة بكاملها في سوريا لأنهم يدركون تماماً أن ما يحصل في سوريا ليس له علاقة بالثورة وليست الثورة السورية الكبرى عندما قاد سلطان باشا الأطراش المقاومة ضد المستعمر الفرنسي الآن لو جاء هؤلاء الثوار الذين يزعمون أنهم صوار وأنهم ضنينون بالمقاومة ضد العدو الإسرائيلي لكنت أول الزاحفين إلى دمشق وإلى جولان مع هؤلاء لكن أن يفتعل كل ما من شأنه أن يدمر سوريا من الداخل وأن يقتلوا الجيش ويقتل الشرطة ويفتعلوا المجازر ثم يقولوا أن الجيش العرب السوري والشبيحة يغتصبون النساء أنا أقول للأستاذ توفيق إذا لم يكن لديه إحصائيات عليه أن يذهب إلى حي الزهراء وإلى بعض الأحياء في حمص ليسأل عن النساء المغتصبات في الأشهر الأولى من الثورة السورية بين قوسين ليسأل عن العمداء في الجيش السوري الذين اغتيلوا مع أهاليهم ومع أطفالهم في حمص ليسأل عن أساتسة الجامعات وعن الأدمغة العلمية الكبيرة التي اغتيلت في حمص ليسأل عن المهندسة الزراعية التي اغتيلت فقط لأنها منتسبة إلى حزب البعث ليسأل عن نضال جنود كيف قتل في بنياس أمام الناس وعلى شاشات الفضائيات كيف هذا الأمر؟ عن ماذا يتحدث؟ عن يتحدث عن أرقام ليست موجودة إلا في الجزيرة وفي العربية هو لا يعرف شيء مما يحدث في سوريا لو أخرج النظام في سوريا الأرقام والإحصائيات لن تحرى الاستاذ طوفيق ومن يقف خلفه ومن يقف معه حول جرائم ما يرتكب في سوريا ثم تقولون أن المجزرة في حمص ارتكبها النظام في سوريا هذه المجزرة ارتكبت بدم بارد من السلفيين والأصوليين الذين لا يمتهنون إلا لغة الدم لك أن يستجدوا عواطف التدخل العسكري ومجلس الآمن سيد فيصل كافة استهداء بعقول الناس كافة لعبا بعواطف ومساعد الناس جميل سيد فيصل من يستمع لجماعة النظام والشبيحة أو يقرأ ما يكتبون على الفيسبوك يتلذذون بقص الرؤوس وتفجير البطون وبقر البطون وذبح الناس فقط تابعهم كيف يكتبون على الانترنت أنا أسألك بربك هل يعقل لأناس أن يذبحوا أهلهم يذبحوهم ويقطعوهم ويغتصبوهم يا راجل إذا أراد أحد أن يكذب فليكذب كذبة تصدق من الذي دمر حمص؟ هل يمكن أن تدمر مدينة بأكملها؟ ببواريد صيد يا فيصل عبدالساتر العصابات المسلحة التي تتحدثون عنها ليس لديها إلا بنادق هل تدمر مدينة ببنادق بربك؟ هل تدمر مدينة بدين بعدين بدي أسألك؟ يا فيصل دقيقة دقيقة طب أنا أسألك من الذي أعاد سوريا؟ هل تعلم الآن أن سوريا عادت بعد سنة عادت إلى الوراء عشرين عام من الناحية الاقتصادية؟ من الذي أعاده؟ من الذي يستنزف المزوت في سوريا؟ من؟ من؟ أليس الدباباتك التي تمتد التي تقتل السوريين من درعة حتى إدلب؟ تتحدث لي عن المزوت؟ من الذي أكل الاقتصاد؟ كم يدفع للشبيحة؟ 64 ألف مجرم أخرجوا من السجون السورية لمواجهة الشعب السوري؟ يا راجل يا راجل أنت تتحدث بأرقام؟ أنت تتحدث يا أستاذ فيصل بأرقام غير موجودة؟ كله كذب طبعا ما سألتني؟ أنت ما سألتني؟ تفضل بدك تجواب مني؟ تفضل أنت لا تتحدث إلا بأرقام؟ لا يحدث شيء في سوريا لا يحدث في شيء بالمناسبة كل الدماء في سوريا عبارة عن كتشاب سمعني سوريا هناك أزمة في سوريا هناك أزمة هناك مشكلة هناك عدم موجود للديمقراطية عدم موجود للحرية كل هذا أسلم معك لكن أن تحول هذا الموضوع إلى قميص عثمان ثم تخرج علينا بأرقام غير موجودة إلا على شاشة الجزيرة إلا في زهن فيصل القاسم إلا في زهن توفيق الحلاق إلا في زهن بعض الذين يريدون أن نيل من سوريا هذا كلام غير مقبول ليس هناك كل هذه الأرقام التي تتحدث عنها لو كان هذا الأمر كما تتحدث أنت الآن يا أستاذ فيصل لا أقول لك ماذا يوجد في بابا عمر أنت رأى ذهبت إلى بابا عمر ورأيت الصواريخ ورأيت المتفجرات ورأيت أحدث أنواع الأسلحة وأحدث أنواع الاتصالات جميل 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 اليوم في لبنان اليوم في لبنان اليوم في لبنان احتجزت أو مثكت سيارة أوقفت سيارة في لبنان تحمل مسلحين يريدون الدخول إلى سوريا وبها أحدث أجهزة اتصال على مستوى العالمي جميل 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 وصلت الفكرة وصلت فكرة مزودة لصناعة المتفجرات توفيق حلاق طاق 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 لا لا دقيقة سيد توفيق حلاق طاق لماذا لا نقول أيضا أننا نحن نحن داخلون الآن في حرب إعلامية أيضا الطرف الآخر يكذب ويفبرك وكذا وكذا وخاصة أنه ليس هناك إعلام سوري قوي وكل الإعلام العالمي يركز على سوريا ويحاول أن ينال من سوريا لماذا لا نقول هذا أيضا لماذا كله سوريا النظام سوريا الجيش سوريا كذا سوريا كذا لماذا لا نتحدث في الجانب الآخر والرجل يقول لك كما أنتم لديكم أرقام نحن لدينا أرقام نحن الذين نمسك الأرض كيف ترد عليه يعني أنا تقصد الإعلام الإختصار بس الإعلام السوري يعني عندما يتحدث الإعلام السوري إمت كنت في الإعلام السوري نعم أنا موجود في الإعلام وأعلم كيف يفبركون وكيف يختلقون يعني يا رجل كان عندي أنا برنامج اسمه السالب الموجب كان يجي أمر بتحويل هذا البرنامج إلى الحركة التصحيحية تصور برنامج يحكي على القضايا الاجتماعية وجه برنامجك باتجاه الحركة التصحيحية المباركة التي قادها المنقل شو علاقة السالب الموجب عم نحكي عن واحدة مجنزرة أو واحدة ضربة جوزة توجه هذا البرنامج أنا عملت برنامج اسمه زفاف ربيعة وهذا توجه فيه الأخ فيصل يقول له زفاف ربيعة هو عبارة عن قصة بين اثنين بحبوا بعض واحد مجد الشمس والبنت عايشة بسوريا والتاني في الأرض المحتلة أربع سنوات حاولوا يوصلوا بعض وبعدين صليب الأحمر والمم المتحدة حتى قدروا يوصل رحت بدي صور هذا الحدث اللي أول مرة يحدث تخيل لم يعطوني كاميرا صورت هذا الفيلم تهريبا من خلال بس لكن الإعلام السوري يصور لك الكثير من الأمور وظل هذا عم يحكوا عن الجولان ضل سنتين بدرج مكتب مدير التلفزيون أنا أترجاه هذا البرنامج عمل وطني يجب إذاعته قضية إنسانية تحدث لم يزع نحكي كمان عن الجيش الأخ فيصل بجوز ما بياه فأنا بعرف أكتر منه بكتير لأنه عايش بالبلد تعليل أنا وطلعت على الجبل الشيخ شوفت شيء مرعب في عز السلج أولادنا جنودنا قاعدين بخنادق واصل التلج لهون في المقابل وصورت صوبي على المازوت بارتفاع 2000 متر صوبي على المازوت بيجي الهواء بيطفية بيردوا بشعلوها وهكذا بمقابلهم تماما غير في الزجاجية الجندي عسكري قاعد نص كم وعم يتفرج علينا بالنظور هذا بعيوني شفته هذا جيشنا جيش تعرف أنه أنا واحد من قرائبين ما بدي يقول مين هو بيروح بيشتغل وبيعطي راتبه بروح بيشتغل بره وبيعطي راتبه للضابط جيشنا جيش مهلل تعبان يعني عبارة عن خدم إما سائق عند السيدة زوجته أو أنه سائق عنده أو عنده أربع خمس سيارات أسطولة بيشتغلوا فيها أو أنه بعمر له بيته وفيلته وهذا بيزرع له هذا جيشنا أي جيش هذا هذا ابن حارب إسرائيل هذا هذا جيش فقط خلق وصنع من أجل هذا الوقت من أجل قمع الشعب هذا هذا وضعنا طبس أنا بسألك سؤال بسألك سؤال الآن ألا تعتقد أن القضية السورية خرجت من أيدي السوريين لم يعد هناك ثورة سورية ولا أزمة سورية لو قرنت عدد التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية الروسي أو نائب وزير الخارجية الروسي أو الرئيس الروسي أو رئيس الوزراء الروسي حيال القضية السورية وقرنتها بالتصريحات التي أطلقتها القيادة السورية إن كان على مستوى الرئاسة أو على مستوى وزيرة الخارجية تجد أن الروس صرحوا أكثر بعشرين مرة عما يصرح به السوريون الآن قضيتنا لم تعد أصبحت خارج سوريا في الماضي كانت تنقل معاركها إلى الخارج تصفي معاركها في العراق في لبنان في فلسطين لأول مرة في التاريخ أصبحت سوريا عبارة عن ملعب عن ساحة يصفي الآخرون صراعاتهم على الأرض السورية حتى النظام السوري أصبح ضحية الآن أصبح ضحية لا يستطيع أن يفعل شيء لأنه يحرك من الخارج طيب على هذا الكلام كيف تريدون أن تنتصروا هناك روسيا هناك دول تقاتل روسيا التي تقود المعرك ضدكم إيران تقود المعرك ضدكم حزب الله يقود المعرك ضدكم العراق يقود أنتم تواجهون جيشا تواجهون جيشا تواجهون نظاما هل سمعت ما قاله أحد القادة السوريين لأحد قادة العشائر قالوا لا تحلموا بإسقاط النظام مستعد أن يقتل نصف الشعب السوري وقبل أيام مسؤول سوري ماذا قال؟ قال نكتة قال عندما أتينا إلى السلطة كان عدد السوريين ثمانية ملايين فنرنجح إلى ثمان ملايين أنتم تواجهون شيء خطير كيف تتصرفون؟ أنتم تواجهون أكبر من قدرتكم أليست الثورة هي من تصنع سياسة العالم الآن؟ هذا سؤال لولا الثورة لما أصبحت روسيا الآن هي التي تأمر النظام لولا الثورة لما أصبحت أمريكا تتدخل وفرنسا هناك مؤامر على الشعب السوري وليس على النظام السوري هناك مؤامر عالمية وعربية أيضا على الشعب السوري يريدون من هذا الشعب أن يضعف ويضعف ويضعف اقتصاديا وأن ينهك من الحزن والبكاء واليتم وإلى آخره حتى يسهل فيما بعد يصبح الشعب السوري متسول دخيلكم تعوز يشتغيسوا بأي أن كان يجي الدخل كما يحدث الآن أنه يلا أي حدا يجي الدخل يحمينه إلى آخره هذا الشعب الذي صنع هذه السورة قادر على أن ينتصر ولذلك هذا النداري تقول يا الله من غيرك يا الله شو يعني؟ يعني معناته هم المصممين على المضي وقال لما كانوا نادوا هذا النداري يا الله من غيرك يا الله بمعنى أننا نريد أن نستمر بمعونة الله وحتى ننتصر إذن تدخل الروسي هو سبب الثورة وليس العكس أنا أعتقد لا تدخل روسي ولا تدخل كل كلام كل كلام روسيا لا فروب في آخر اجتماع مع وزراء الخارج العرب شو حكى حكى كلمة أنا انتبهت الله قال لكي لا تنتقل هذه العدوى إلى الإسلام في الصين وإلى الإسلام في روسيا هذا حكى هو بيتم حكى إذن الخوف شو هو الخوف إذا انتصرت الديمقراطية هون رح يطالبوا الشيشان في روسيا والمسلمين وهنا 200 مليون بصير رح يطالبوا أيضا بديمقراطية وبحقوقهم مشروعة هذا خوفهم أمريكا لها مصالح بتريد إسرائيل ظل آمنة طيب وإسرائيل تريد أن تبقى آمنة بوجود هذا النظام وهكذا أمريكا تلعب لعبة قدرة جدا طيب جميل فيصل عبد الساتر أسألك سؤال يعني وصل أكثر من مرة من يعيد اللحمة إلى الشعب السوري من يعيد له اللحمة الآن أنت تضع المشاكل كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وكل شيء في سوريا على الثورة وعلى الذين أو سميهم مشئت على المتظاهرين على المحتجين سميهم مشئت لا نريد أن طيب البعض يقول عندما نزل الجيش إلى الشوارع وبدأ يقتل بالسوريين وبدأ يتصدى للناس التي واجهت بصدور عارية الآن سوريا هل تستطيع أن تنكر أن سوريا تقسمت فعليا هل تستطيع أن تنكر صار عندك ساحل وصار عندك داخل من يستطيع هل يستطيع ابن الساحل أن يأتي إلى حمص هل يستطيع أن يأتي إلى حمى هل يستطيع أن يأتي إلى المعظمي سوريا النظام سياسة النظام بعد عام نحن نعيش تفكيك الآن والسؤال الآخر الذي وصلني كثيرا بأي وجه يريد هذا النظام أن يعود إلى حكم السوريين بأي وجه من الذي سيقبله بعد كل هذا القتل بعد هذا الدمار أهل حمص أين هم الآن مدينة أشباح إدلب مدينة أشباح درع مدينة أشباح ريف دمشق مدن أشباح ويقول لك بدي أعمل لك انتخابات يا راجل يا راجل على مين عم تضحكوا ودستور انسلق خلال يومين وجابوا الناس تصوت عليه غصبا عنهم وكذا يا راجل وتقول لي أنه خلصت وما خلصت الأزمة في سوريا قضت على كل شيء الأزمة بخير وسوريا التي انتهت كيف ترد؟ سأستخدم عبارتك يا رجل يا رجل أنت تصدق كل هذا الكلام الذي تتفضل به من يعيد اللحمة إلى شعب السوري عندما يكف القرضاوي عن هذه الخطب القبيحة عندما يكف العرعور عن هذه الخطب التي تحلل سفك الدماء عندما يتوقف برهان غليون عن الاستجداء بالأجنبي عندما تتوقف الجزيرة عن فبركة الأفلام عندما تتوقف العربية عن بس الحقد والكراهية عندما تتوقف قطر عن تمويل المعارضين في سوريا وتقديم السلاح عندما تتوقف تركيا عن تأمين التدريب وتأمين الملازل آمن لكل منشق ولكل معترض ولكل من يحاول أن يمس أمن سوريا هكذا تعود اللحمة نحن تعلمنا في لبنان أكثر من 15 سنة من الحروب المتواصلة أكثر من 200 ألف شهيد في لبنان وعادت اللحمة بين اللبنانيين وكأن شيئا لم يكن لماذا تستطيعون الأمر في سوريا لماذا تستكثرون أن يتحاور السوريون فيما بينهم أن يرسموا مستقبلا فيما بينهم دون أن يتدخل الروسي ودون أن ينتدخل الأمريكي ودون أن تتدخل الجامعة العربية لماذا هذا الأمر وكلما دق القوز بالجرة مثل ما بيقولوا باللغة العامية بتقولوا روسيا وإيران وحزب الله إلى آخري هل حزب الله لا يريد خيرا لسوريا هل إيران لا تريد خيرا لسوريا هل روسيا لا تريد خيرا لسوريا قطر بس تريد خير والسعودية تريد خير وصعود الفيصل بد يقدم السلاح للسوريين هذا هو الخير لسوريا أما روسيا التي تقول بوقف العنف فورا من كل الأطراف هذا مش خير لسوريا أما الصين التي تقول بوقف العنف فورا هذا مش خير لسوريا أما إيران التي تقول إذا كان الشعب السوري يؤيد الرئيس بشار الأسد فنحن مع الرئيس بشار الأسد هذا ليس خيارا ديمقراطيا اذهبوا إلى الاستفتاء اذهبوا إلى الانتخابات وثم نقول لنا من هو الشعب السوري ومن يريد الشعب السوري إذا كان الخيار بين الرئيس بشار الأسد والخيار بين هؤلاء القرضويين الجدد لا أعتقد أن الشعب السوري سوف يختار أحد من القرضويين الجدد على الرئيس بشار الأسد جميل جدا طيب أنا أسألك الآن هناك مساع حثيثة من أكثر من طرف من العرب والروس العرب يعني فيصل يقول لك العرب العرب والروس الآن في مركب واحد يحاولون أن يجدوا حلاً لسوريا هناك المبادرة العربية نصت على أن يترك الرئيس السوري صلاحيته لنائبه والروس الآن وافقوا على المبادرة العربية التي تنص على ذلك طيب لماذا لا تقبلوها على الطريقة اليمنية الآن؟ هناك كلام جدي عن أن الرئيس السوري يترك صلاحيته لنائب الرئيس السوري وتنحل القضية على الطريقة اليمنية ونحفظ سوريا سوريا أهم من القيادة وسوريا أهم من المعارضة وسوريا أهم من كل هذا فلنحفظ سوريا سوريا ذاهبة في 60 ألف داهية إذا لم تلتقوا أنتوا والنظام في منتصف الطريق لماذا لا تبحثون عن حل؟ ما العيب في أن نفعلها على الطريقة اليمنية يا أخي؟ ما لا يدركوا كله لا يتركوا جلو فضل باختصار لكن بس بدرد على أخ فيصل شوي باختصار لا الوقت صار خالص باختصار عم يقول أنه الروسي الآن هني عم يختروح هذا الاختراح الاختراح هذا عربي صلوا أشهر ولم تنفذوا سوريا ولم توافق عليه النظام سوريا موافق عليه الآن يقول أنه الروسي عم يطلبوا منكم هيك وأنتم ما بتكون طب ما نحن من ثلاثة شهر عطيناكم هذا الحل ومرضيته بعثنا المراقيين بكرا أنا عندي برنامج في قناة جديدة اسمه سوريا الغد راح طالع واحد اسمه محمد الشازلي من أحد المراقبين ليحكينا شو عملوا مع المراقبين العرب يفضحهم فضيحة بجلاجة لأرجوك أنك تابعوا يا أخي فيصل شيء لا يصدق يعني باختصار باختصار عم أحكي لك بآخر شيء آخر شيء أنت لسؤالك كان أنت بدك بالنهاية تقول لي هل السورة ستنجح هل سؤالك ستنجح السورة لأسباب عديدة منها أولا هذا الشعب سوف يرفض على الإطلاق أي حل لا يمني ولا غير يمني لا حل إلا برحيل هذا النظام إذا فاروق الشرع بوافق أن يكون سوف يقول لك انتحر أو أصيب بجلطة فورا وقراء بالتويتر وقراء بالفيسبوك كل الناس هيك عم تقول لك يا بينتحر يا أما بجيه جلطة فجأة لا يمكن يسمح مستحيل يسمح ولا فاروق الشرع يستلم مستحيل وأنا سلف أنا عم أقول له الفيصل لا يمكن أن يسمح وإذن الحل ما هو باختصار بجملة واحدة الحل شو الحل بالنسبة لسوريا الحل بالنسبة لسوريا استمرار الثورة واستمرارها بدون تلكق ولا تنسوا أنا بوجه الآن نداء للشعب السوري حذاري إنكم تعدوا في بيتكم لحظة واحدة في اللحظة التي تعدوا فيها في بيتكم ستحترقوا وسيدوسوا عليكم لا تتوقفوا عن الثورة حتى تنتصروا أشكرك جزيلا شكر مشاهدي الكرام لم يبقى لنا لأن نشكر ضيفينا الإعلامي فيصل عبد الساتر من بيروت والإعلامي والناشط السوري السيد توفيق حلاق هنا في الاستوديو نلتقي مساء تلاتها المقبل فحتى ذلك الحين هو فيصل القاسم يحييكم من أدوحة إلى اللقاء لأتكلاف